أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نهجي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد فنشكر الجميع المشاركين والمشاركات في هذه الدورة التي هي الأولى في هذا المركز مركز طيبة الطيبة العلمي ثم نشكر المشايخ الذين بذلوا جهدا كبيرا في تنفيذ هذه الدورة ونأخص الشكرة من هؤلاء المشايخ شيخنا شيخ أمر فعبا حفظه الله وجزاه الله خير ثم إن المقرر لنا في هذه الدورة هو مادة الحديث وتم اختيار كتاب الأربعين النووية لكن كما رأيتم أن الوقت ضيق ضيق لذلك قلنا وإن كان درسا واحدا إن شاء الله نتشرف بذلك فالله لله عز وجل يكتب لنا دورات أخرى حتى نتمكن بإذن الله تبارك وتعلا فهذا كتاب لإمام النووي رحمه الله وهو غني عن التعريف هذا كتابه الله عز وجل ومما يدل على ذلك ومما يدل على ذلك كثرة شروح هذا الكتاب جمع غفير من المشايخ ومن طلبة العلم تصدوا لشرح هذا الكتاب نرجو أن ذلك يدل على القبول فنسى الله عز وجل لا يتقبله منه ومن المشايخ نبدأ مباشرة في الحديث الأول لأن الوقت لا يسع والحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات هل تحفظون من حفظه فضل اقرأ لنا وارفع صوتك ارفع صوتك او ارطيك مايك فضل صوتك او ارطيك مايك اربطيك مايك من حفظه طيب نعم كيف الذي نقصل طيب 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 رواه امام المحدثين ايوه محدثين لماذا لا 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 أقصد إماما أقصد المحدثين ولا المحدثين لماذا كيف يكون المعنى إذن طيب يا أخوان رواه إماما المحدثين أو المحدثين لا لا يكون لا يستقيم المحدثين كيف من ومن لا وشيخ لم يقصد ذلك يقصد بأنه رواه إماماني طيب إماماني جاي حدي فنون إماما ماذا المحدثين جاي ليس المحدثين هما جميل طيب رواه إماما المحدثين المحدثين جاي أن بخاري وإمام مسلم إماماني إماما المحدثين جميل طيب هذا حديث يا أخوان كما تعلمون حديث عظيم هو حديث ماذا عظيم هذا حديث كبير والله لأنه يتكلم عن النية والحديث معروف عند أهل العلم بحديث إنما الأعمال بالنيات هناك كتب تسمى كتب الأطراف كتب الأطراف إذا أردت أن تبحث حديث تذهب إلى مثل هذه الكتب وتبحث عن لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات قد يقول العالم ورد في حديث إنما الأعمال بالنيات فمن هنا تدرك أنه يقصد هذا الحديث فهمنا يا أخوان هذا من لغات أهل العد مثلا يأتي ويقول جاء في حديث جبريد ماذا يقصد يقصد في حديث الذي تمثل جبريد فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الذي بين إيدينا معروف بحديث إنما الأعمال بالنيات وصل الشيخ طيب أشهر الدقائق إن شاء الله معروف بحديث إنما الأعمال بالنيات مما يدل على أن هذا الحديث حديث عظيم صنيع العلماء مع هذا الحديث جمع منهم كتبوا كتابا ففي بداية الكتاب أصدروا هذا الحديث مما يدل على أن الحديث حديث عظيم ومن هؤلاء إمام المحدثين البخاري في كتابه في كتابه الصحيح قال كتاب بدء الوحي اسمع العنوان قال ماذا كتاب بدء الوحي أي أريد أن أبينه كيف بدأ الوحي على النبي عليه الصلاة والصلاة والصلاة كيف بدأ النزول هكذا قال كتاب بدء الوحي ثم بعد العنوان مباشرة أورد هذا الحديث جاء بإسناده إلى عمر أبي حرس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات قد يقول القائل عنوان الباب وحديث الأول لا يناسب أليس كذلك قال أهل العلم أنه يشير إلى شيء مهم وهو ماذا الإخلاص معنى قبل أن تقرأ قبل أن تشرع في قراءة هذه الأحاديث أخلصني يتك لله عز وجل فهمنا يا أخوان أنت الآن في السيد في طلب العلم لا بد أن تقدم ماذا الإخلاص فنحن إشمعنا هنا بعد تفرق نتفاوت في الأجور وفي الثواب عند الله تبارك وتعالى وذلك قدر ماذا نيتك قدر إخلاصك وذلك هذا حديث والله مهم جدا ينبغي أن نتذاكره في كل يوم لأنك تحتاجه في جميع الأعمال في جميع ماذا الأعمال في جميع الأعمال وفي جميع حركات أيضا ومن هؤلاء العلماء الشيخ الذي نحن في سدد كتابه إمام النووي رحمه الله أول حديث أورده في هذا الكتاب هو هذا الكتاب هذا الحديث هو هذا الحديث وكذلك صاحب العمدة المقدسي قال كتاب ماذا الطهارة أول حديث أورده في هذا الباب هو ماذا حديث إنما الأعمال بالنيات قبل أن تهتم بتطهير الثياب وبتطهير أماكن وبتطهير ماذا الجسم أول شيء نبغي أن تطهيره من الدنسي والنجس والشرك والإخلاص ورياء هو ماذا النية النية أول شيء رقم أول ولذلك قال كتاب الطهارة ثم قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب فساق الحديث فإذا نحن إذا سمعنا حلقة من حلاق العلم قبل أن نتحرك لابد أن نطهر القلوب نطهر ماذا القلوب لا تتحرك إلا وأنت متيقن إن شاء الله أنك تذهب مع الإخلاص مع الإخلاص ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي قال رحمه الله لو ألفت في الفقه لجعلت في كل باب حديث إنما الأعمال بنية حديث عمر قال لو ألفت في الفقه كما فعله الفقهاء كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب هكذا لو أنني كتبت كتابا على هذا النمط لجعلت في كل باب حديث إنما الأعمال بنية حديث عمر لماذا لكي تنتبه يا طالب العلم لابد أن تخلص نيتك لله عز وجل لأن الطلب هذا قرب من الله عز وجل فهمنا هذا يا إخوان لابد أن نجدد هذا لابد لابد ضروري وإلا تذهب أعمالنا هباء منثورا نحن الآن اشتمعنا هنا فمنا من يخرج مع ثواب جزيد ولله الحمد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء ومنا من يخرج بدون شيء إلا دلسات التي أعطي لماذا لأنه قصد هذا وكان هدفه هذا وكان مقصده هو هذا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين ألا نسأل سؤال ما الفرق بين النية والإخلاص من يجيب خضر نعم جيد جميل النية قد تكون لأشياء ودقول النية إذا كانت لله عز وجل سمي ماذا إخلاصة 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 فنحن أمرنا أن نخلص في أعمالنا كثير من الآيات تذكر هذا ولله العمد بينكم كيف حفاظ كتاب الله عز وجل فقد وصل الشيخ لا نريد أن نأخذ من وقته فالآن تسامحوننا فقط نسأل ميكروفون إلى الشيخ فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده إن شاء الله فبعد الدرس الشيخ إن شاء الله كلنا نحاول أن نسلي الجمعة في الخارج نعم إما عند الشيخ أو أي مكان آخر بعد الجمعة مباشرة نلتقي هنا إن شاء الله وَجَزَاكُمْ لَا خَيْرِ شيخنا مرحبا بك السلام رب